لم تقتصر ردود الفعل على جلسة مجلس النواب على النواب والمسؤولين وخبراء القانون فقط حيث تبعها المواطن ودون بشأنها عدة آراء حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعية النباء وكبت ما تداولته هذه المواقع ورصدت أبرز التعليقات على الجلسة أولى التعليقات كانت لسالم العبيدي الذي رأى أن البرلمان أصبح جسما يشكل خطرا على الجميع واستمراره يعني مضيعة للوقت وزيادة في الفساد ووصف الأعضاء بالإرهابيين في ملابس سياسيين فيما علق فرج فركاش قائلا إن موقف عقيلة بتعليقه للجلسة رغم وعودي للمبعوث غسان سلامة سيضعه في أول قائمة الأزماء في لائحة ستيفاني ويليامز للمعرقلين ما لم يتداركه غدا وتسأل حسام المنغوش عن مالك أرضية البرلمان فرج بعطيه قائلا من يكون ذلك الشخص حتى تكون له صلاحية إغفال مقر البرلمان في طبرق إلى محمود علي الذي وصف كلمة النائب جلال الشوهدي بالوطني عندما تحدث عن الحقيقة على الهواء مباشرة جعلت من النواب يخرجون لاستراحة النواطرر رئيس البرلمان لرفع الجلسة على حد تعبيره أما عن نبيل السكن فكتب على صفحة الشخصية بتعليقه للجلسة أنها الكذاب مراسم الجلسة عقل صالح أصبح متعارفا عليه بالكذب عند جميع الشخصيات التي كان لهم لقاءات معه وآخرا إلى فتح بن عيسى الذي اعتبر أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو استمرار لمصادرة حقنا كمواطنين في أن نقول رأينا في مصيرنا وأوضح بن عيسى أن قانون الاستفتاء لا علاقة له بشكل ومضمون الدستور والعبث مستمر حتى آخر نفس في البرلمان